سباح الخير مجددا مشاهدين مع دكتور حنينة أبي نادر اختصاصي طب عام ووقاية لقاء بجمعنا هلأ نحكي عن النفخة بالبطن سباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور أبي نادر بدي ذكر أنه بهذه الفقرة فينا نطلق تسالتكم وأسئلتكم على 0141703 ودكتور أبي نادر أكيد بكامل الجهوزية لاجابة على كافة تساؤلاتكم دكتور أبي نادر الأسباب كثيرة ولكن المشكلة واحدة وهي الانتفاخ بالبطن شو هن الأسباب المعقول تكون عم تعمل هيدا الانتفاخ أول شي نحن نحن نحكي عن شي كثير كامل يعني فيه سير عند الصغار عند الكبار فيه سير إذا واحد عنده أوفر ويت أو ما عنده أوفر ويت وفيه سير إذا حد عنده حساسية عشية عاكل أو لا دونك هو الموضوع فيه يكون كتير بسيط عنديك نفخة بطن بيجي شخص بيقلك أنا حاسس بالون أنه نفخ مثل البالون وفيها تكون انتفاخ بطن لأ خطرة وبالأعمال الكبيرة صح alarming sign بيجينا عنديك على عيادة بيصير البطن قاسي مع النفخة ونحن من حتى للسماعة ما نسمع الأمعاء عم يتحركوا وإذا فيه pain out of proportion معها لأ ساعتها فيها تكون معنا 24 ساعة نعمل عملية تنفك عائدة مصران أو فولفلس أو شي عندكبار عكس ما تكون نفخة عند واحد تعود بيقلك أنا بيكل هالأكل بنفوخ عنده مصران غليز بس عصيب وإتسترا أوكي سو الأسباب كتيري بس الوقاية من هالنفخة كيف فيها تكون تشمل كل الأسباب صحيح اللي عنده وزن زيت أنه اللي يقصر وزن من نهاية النفخة فيها تكون الفاتلير من بره ولي ما بيعموا سبول أكيد أمان سبول أنه إذا شديت العضلة من بره بتفوت البطن للجوه وبالتالي كمان في عندك من جوه الغاز يعني عندك يعني بده تعبيل منصان بعبيه هوا وبالتالي بتحس إنه بينفوخ طبيعة الحال لازم أول شي يجي لعند الطبيب بيشوف لها النفخة ممكن عمل الفحصات من فحصات دم لفحصات مثل ألرجيز لفحص الخروج يمكن ماء وينفحص أكيد إكزامافيزيك اللي نشوف فيه مع وجع عم نتبوز شو اللي عم بيصير بالضبط وبالتالي منعالج بحسب السبب وبالآخر الشخص اللي بيبقى عارف حاله أنا مثلا يمكن على الجولتان يمكن على الاكتوز يمكن لما عصب مع وجع الرأس مثل حالة الفايبروميالجيا بيصير الشخص هو بده يتعايش معه ويتبعه بنقل له لهذا الشخص أنه أنت تكون عارف حالك مزبوط وطمانت ما في شي خطير ولكن هذا صار شي انطبق فجأة صار شي جديد كمان نرجع عن طبيبك يمكن يكون فات شي على الخط من ناحية مثلا عمرك فوق الـ 45 ما نعمل ندور اتسترا الكلون اتسترا هلا أكيد دايما هول الـ اللي منقولهم وكمان اختصاصيين اختصاصيات التغذية بيوصوا فيه أنه يكون عم يكل صحي عم نيكل على مهلنا نترك وقت بين الوقعة يعني هولي صرنا منعرفهم أنه كمان بأثره بشكل كبير هولي الايروفاج جماعي يعني هو عم يكل بسرعة عم بيحكي هو عم بيكل كتير عم بيضحك كتير عم يشرب هو عم بيكل بشكل كبير خاصة مع الكحول بتشوفك hiccups كمان بتشوفك عميل hiccups أو belching أو داشرة اتسترا أو كلهم هولي يقلون عليها لأنه ايتينج ايروفاجي يعني فوت هوا بدون ما ينتبه هو عم بيكل بطريقة زي بديك اللي بيحكوا عنها مش سلمية وكمان الشخص اللي بيزيد من بيقلك أنا عم بيكل فايبرز من ناحية الصحة اذا بتزيد منهم هولي كلهم مع الفريكتوز مع الكولا اتسترا كمان هولي حيعملوا له تنوع من النفخة وبتشوفها عاد قاعد ونعيس وندم واخ نحنا ما عم نقوله هولي كلهم علامة الارميك ساين أنا عم نقوله المتابعة مع بي ام اي مع طبيب كتير مهمة مي لأنه مع الوقت أريدنا يكون في دنب الخروج عشان هم مش اشعون لعني المجرد دي وبالتالي بنا نزكي بفحوصات الخروج ببتداء من العمر الخمسين كل سنة مرة من الجوية للفيت تست اكيد شو الاشي اللي معقولة تكون الارميك حكيت عن عقدة المسران اللي هي بتتوجب عملية سريعة عد الكبار صح ومنع هنا يعني عقدة المسران وجع صريخ وجع كتير قوي حسب ما منسمع من الاشخاص اللي اصيبوا فيها غير عقدة المسران شو الاشي اللي اللي معقول يكون الارميك لذلك اسكيمة اللي هي ممكن ترجع مع استفراغ العين نفس الارميك انه صار بطنوح محجر الارميك السماع عنده ما تسمع شي الارميك يعني فيه بيستفرير اخضر بيستفرير اصفر الارميك حرارة كتير عالية دم الخروج كل هوده الارميك عرفت كيف مع مثلا فجأة خسارة وزن كبيرة لا تبرر ويف اكله هوده ست سبعة ساينز يعني معقول يكون فيه سرطان بالامعاء يعني معقول هاي دول كل شي بيعمل كل شي بيعمل كل شي من هالمنطقة هنيكة خروج غلط كله كله نحن هون كمان ما نشوف دستانسيون الفجأة ودستانسيون شوي شوي يعني اليوم ما فيه الواحد انه معه مصران غليز عنده الالترنيشن ديارية كونسيباسيون نفق بطنه ومفاتعتها ترتاح أكل أكل معين بيعرف انه بينفق عليه حبوب وكعنده مش مش انه شي خطير مثل كرونز او سيلياك مثلا بالغريتان او هؤدولي صرنا عم نحكي عن نفخة هو يتدارك اوك بس ما بيقدر يعمل شي فجأة اكيوت مع الارميكزاين وياخد شي للنفخة يقوله لرفيه وعطيني شي للنفخة ويخدها ليحبة وعم بيشتر وقت وعم بيخد ماسكينج للوجع وعم بيخد قدوية للوجع وعمه سكريه وهونك عم بيصير شي بالمنطقة اكيد لأنه مرات كثير منفكر انه معقول يكون فيه غازات معقول كنا اخذ برد بس كمان ما ننسى انه انه منستهون اوكي بس غلط ونصفها نفخة لا لأنه فيه وقات كمان عند الجبيب العمر للأسف بتشيلي بتشيلي شقف ميتة لأنه ضخ الدم مع الاوكسجنان بيخف مية اوكي وبتلي كتير مهمة الاجزامان فيزيك والفاميلي هستري والإستوار تابعه وصير طبية والاجزامان فيزيك هلأ مش عكل تلفون الحلوط طالع عنده ولكن زي بعرف ملفه بقدر انا وييه نعالج النفخة رح ناخد اول اتصال معنا لليوم صباح الخير اوكي نقطع الاتصال تابعين اكيد مشاهدين اتلقى اتصالتكم على 0141703 واكيد نطلب منكم تكونوا عم بتعملوا فالو لايك على صفحات دكتور ابي نادر تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب تشانل كمان للو تي فيي لحتى اللي تكونوا عم بتتابع كيف يتهد اللقاءات وتاخدوا نوتس بالامور اللي مفروض تكونوا عم بت هيك ترجعوا تدققوا فيها من نصائح اكيد كمان دكتور ابي نادر العلاجات بتختلف يعني حكينا عن الاسباب عن النتائج خلينا نحكي عن العلاجات كيف بتكون بعيدة عن الجراحة لك بترجع انا الجراحة مثلا نافخ غاسترونتريت انتبيوتيك حسب الكات بجيك الشخص صبية أوفيرينسيست أو بي سي و اس جينيكولوجي أورموني مبالذ دوك بتشوفي انه مثلا شخص حسب السبب ايه قويت قبل راكل بجمعة نفخ البطن بنعرف بنعطي بس اديو للواجع دوك كمان هم انا نقسم جينيكولوجيكال انفكشوز كل واحدة بوحدتها سوى العلاج فيه يكون ماشي بس طمقنينة ويخف القلق طبعه ولا علاج سورجول هيك ادي بعيد عن بعض مش انا هون لخوفهم عن النفخ انا هون لقلهم انه اني نيو انصت شي اكيوت يعني شي صار فجأة وغريب وانتو استغربتو بتكون تعملوا الزيارة عند الطبيباء في الوقت كلمة اخيرة دكتر ابي ناظر بتقولها لكل يلا عم بتابعونا بهيدا الخصوص لكل عمهم فوق ال 45 ما ينسوا انه من عمل وقائي حتى لو ما بيكون شي ندور هيدا من الذكي فيها عطولا انه عم نفوت ما بيكون بهون شي وعمل ليه اشي وعمل شي لعبكير وعم بعيشوا اكتر بكتير ما يبسدتو شكرا كتير لحدو لك معنا واكيد منلتقل الصبوع المقبل ولكل المشاهدين اللي عم بتابعونا فاصل اصير منكون باعادة مع البروبيوتكس ودكتر الفريد كارم